كلمة لمن يترك الصلاة أقول إنه يهدم الركن العظيم من أركان الدين بعد الشهادتين أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين يهدمه تارك الصلاة فالصلاة عماد الدين كما لا يخفى عليكم ضفة إلى ذلك فإنه يسلكه بنفسه سبيل المجرمين قد قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين كذلك يستجلب لنفسه الويلة ورب الأزة يقول في كتابه الكريم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هذا وثمت نصوص أخر في هذا الباب